التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا اللقاء تناول تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشارك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول لقاء تطورات الأوضاع الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وكذا علاقات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل الجانبين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اتزازه بالعلاقات الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات مشيرا إلى أهمية تنسيق الرؤى والجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما أشهد وزير الدفاع البريطاني بالدور المصري الفاعل في محيطها الإقليمي خاصة مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير البريطاني بالقاهرة اشتركوا في القناة